ودخل يدي مع القزازة وأخبطه وأصحبه من القزازة هو صغير شوية اللي قال العسكري أنت صغير ومدري إيش وقام يخوفني طراب نوديك الأحداث قصة اليوم من القصص اللي استمرت معاي ما يقارب ثلاث سنوات نهايتها وصلت الاستجن وبدايتها من شخص مسالم إلى شخص عربية أنا أسميه المرحلة ذيك إلى شخص أره مجرم ولكن مجرم على عمره يعني لا تحسبوني مجرم ولكن مجرم على عمري ولكن يا جماعة خير والله لو تسمعون القصة هذه راح تعرفون أني أنا كنت على صح يشوي على غلب ممكن لصح ولكن تعرفون يشوي غلب ثم نبدأ في مقطع اليوم لا تستضغط على لايك وتشتناه وتفعل جرس تنبيهات يلا خد نبدأ طبعا في رابع ابتدائي أنت محافظ على دراستي بشكل مرة كبير لدرجة أني من أولى إلى سادس كله تفوق يعلقون سوريا في المدرسة أموري زينة طبعا المدرسة هذه مدرستي كانت في حي أسميه حي قديم شوي يعني مو من الأحيال القديمة اللي بيطنين لا لا ولكن حي قديم الناس اللي فيه ناس زي ما تقولون متوسطة الحال نفسي نفسكم نفس الناس الموجودة بالمهم خلنا نجيكم في القصة طبعا أخوكم في الله وسامة إنسان مسالم لأبعد درجة من يوم صغير وأنا مسالم ولكن في فترة من الفترات طلعت فيها شيطاني علمت الشطانة والله تعلمت الشطانة صرت شيطاني لأبعد درجة كانت في مدرستنا يا جماعة الخير مجموعة غير سعوديين هم عربيين ولكن غير سعوديين ولكن ما أبغى أقول اسمهم لم فيه ناس منهم كثير ونعم وكويسين ومحترمين المجموعة هذه يا جماعة الخير كانت مسوية نفس الشلالية داخل المدرسة كانت تصير مشاكل برا عند باب المدرسة كذا يتحدون كذا السعوديين مع بعض ويتطاقون معهم وأنا شخص على نياتي قسم بالله العظيم إني لا أعرف لا مشاكل ولا أي شيء كنت دايما أشوفهم يتطاقون أقول يا الله ياخي خلاص ياخي ما عندنبي مشاكل ما بيتطاق ما أبغى حتى كنت حريص على أخوي أنه ما يروح يدخل مع ذولي ويتطاق معهم ولكن من وين بدت السالفة؟ يوم الأيام أنا طالع من مدرسة حصلت هذه المجموعة معهم شخص كبير في العمر أكبر منهم 7-8 سنوات والشخص هذا شكله غلط بينهم بشكل فضيع حنا رابع خامس اشتبي أنت ثالث ثانوي ثانوي جاي عندهم أنا شفت الموضوع زي كذا وشفت واحد كبير قاعد يفزع معهم والمشكلة أن الكبير هذا كان سعودي مخي جاه قلت شكذا علق مخي هذا الشي يبي الحين في المشاكل أنت كبير هذا الشي الأول ثاني ثاني أنت سعودي اشتبي فازع مع المجموعة هذي مام؟ وشتبي؟ قال مهم طلعت من المدرسة وأنا راجع للبيت إلا حصلهم قدامي يتكلمون علي يعني من نفس الجنسية هذي قاعدين يتكلمون علي طبعان أخوكم في الله كان يلبس نظارة ايه أنت يابو أربع عيون ويتكلمون وأنا ساكت كاتمه وماشي أضغى مشاكل نهائيا والله العظيم الدرجة بعض الحيان يأخذون التراب يعرفتوه اللي يجي في العمارة كده تراب ميبس يمكبوب عليه موية وميبس ويرجمونه ولكني أنا ماني بشخص حق مشاكل نهائيا ماني بحق مشاكل أوكي لا يهمك طول متر واثنين وثمانين وطول وعرض ماني راي مشاكل أنا شخص مسالم مرة يعني لو أطيع على ذاك أو أنفرد على واحد منهم جسمي من يوم صغير وأنا كبير جسمي يعني بديني أمسحها يوم الأيام جاءت خير مشيت قطعة الشارع أو إلا في واحد يتكلم علي منهم أنا حرفيا شديت معاه في الكلام فأنت يا بوربا عيون مدريش أنا وش قلت له قلت له كلمة ما أقدر أقولها الآن ولكن الكلمة هذه تربطني بمشكلة مع الشخص الكبير معه قلتها ومحسبت له أحساب أظر ابن الذين هذا راحوا وقال ميد الشخص الكبير اللي دائماً يفزع معهم ألمهم قلت الكلمة هذه ومشيت مشيت وروحت للحارة وتمر الأيام يمر اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث مرت أيام كثيرة حرفية وضعت من بيتنا الساعة 4 العصر ثم نخلص صلاة العصر الساعة 4 العصر أبوي معطيني دفتر حق التسجيل في دفتر كذا عشان أروح أسجل في البقالة أخذ مننا شيء لأبغاه وسجل المبلغ اللي علينا وروح البقالة الحين يوم الأربعاء كان يوم الأربعاء إجازة وروح أشتري من البقالة وأنا كذا حين أنا أمشي طريق سيدة بعد ما تمشي سيدة تلفي صار كذا فجأة تجي البقالة علي صار تلفيتي صار المجموعة من اللي قلت لكم هذولي معهم الشخص السعودي هذا الكبير وأنا كنت صغير في رابع ابتداي وهو أكبر مني بسبع سنوات كذا قال لي اي نظرت فيك تتكلمني والله تذكرهاك إنها الآن قال لي أكلمك هلا قال لي دخل يدخل البقالة أطلبه تعالى وأطلب من البقالة وأنا طالع من البقالة ويأخذون الكيسة طبعا أنا طالع من البقالة وأنا خايف تشاري بأربعة ريالة وخمسة ريالة يفتحون الكيسة يأخذون من الكيسة الأغراض اللي معاي وأنا ساكن والشخص هذا كبير ما يمدي نطاق معاه كبير مرة يعني بيسطرني لين الذن كلهم يأخذ الكيسة يأخذ الأغراض اللي فيها وأنا بمشي خلاص بروح بروح للبيت أنادي أبوي أنادي أخوي المشكلة ما أبغى أنادي أبوي ولا أقول ميد عماني أن لو عماني يدخلوا في المشاكل دي بتصير مشكلة أكبر حرفيا كيسة وبزران إذا وأنا ماشي كذا يخنقني طبعا رح أعطيكم اسم رح تفهموا الاسم ذا بعد شوي وأنا ماشي كذا إلا يخنقني إذا ماشي أنا إذا بقطع إلا يخنقني ويمسكني يلفني كذا ويضربني في الجدار ذا اللي إيه يقول ميد محمود إنه كيت 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 وأنا أسكت قال لي لا أسطرني كف أسطرني كف ثاني ثالث رابع يدفني وأنا خايف خايف مرة في رابع ابتدايا يا جماعة فخير خايف وأطلع بسرعة وصيح صيح 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 إلا مشوفت أبوي مر أقلم أم الصيحة كأن ما في شيء قال لي أبوي شريت من بقالة قلت هي شريت قال لي أين أغراضك قلت كلتها في الطريق قال لي يلا اتجهز عشان روح الخوالق قلت له خلاص ما في مشكلة ودخل البيت وألبس وأنا ساكت متفطر متفطر واضح إني متفطر وألبس وأنا لابس إلا لا إله إلا الله بنركب الحيب مع الوالد إلا أبوي يشوف وجهي مو على وضعه شي شي محمر هنا طعايا كنت أبيض ونصغير كذا خدود وبيض قال لي يا أسامة وش فيك ومن طاقك تمح تطقي قال وش ذا المحمري في وجه لكن تلعب كرة وطح الموضوع ما مش على أبوي المهم نروح بيت خوالي وننزل ببيت خوالي وقابع عيال خالي وقلت له مني تمشكلت وطقت معه قال منهم وذا مدري إيش صح أنت بلا يطعنك ولا لا يذبح ولا ولا أنت بيتره هذول يمنهم الدشير ومدري إيش وأنا خفت جادة قالت لا لا إن شاء الله والأمور من ساعة والأمور تمام بس خلولي أرساح شوي وتذكر واحد عيال خالط يقول سامة انتبه لا تنتقم التكلمة ذكر لا تنتقم الحين أسمع الكلمة هذه أضحك ولكن كان نقول لي انتبه تنتقم منهم فك نفسك خلاص أكثر الشر وأطلع من الموضوع مدري إيش قد خلاص ما في موضوع لو يمر الأربعة والخميس والجمعة اليوم السبت بدأ الدراسة بدأ الدراسة أنا أعطيها قهوة ثواني وانا ساكت هاو طقك ويضحكون يضحكون أنا يا جماعة الخير شخص مسالم لازم تركز في شيء هذا أنا شخص مسالم وقعد يوم بغض ولازم يرد الثأر لازم ينتقم لازم يسوي شيء يكون قوي مرة أنا ساكت متحمل ماكلت بن لين رجعت للبيت وارجع للبيت واطلع العصر ألعب كورة معي الجيران لو يجي واحد من المجموعة هذول يفحط بالسيارة وقفت طبع الحار اللي حنا فيها يا جماعة الخير كلها عماني خفت إنه يصدم أحد من البزران الموجودين وقفته وزلت الغزازة قلت شون دك تفحط قال مالك دخل ويقال لي أوه أنت لي طقك محمد وانخبن طبعا أنا جسمي كبير وأنا صغير يا جماعة الخير وفي السيارة السيارة ذكرها اسمها تيرسل كذا من شركة تيوتا ودخل يدي مع القزازة واخبطه وأسحبه من القزازة هو صغير وأسحبه من القزازة وطلعه بره وطاق معاه وأسط ره قسم بالله يا جماعة الخير ما يجيكم للعلم وأسط طبعا طلعت كل الحرارة ولكن من هنا بدأ الموضوع ينحني منحنة ثاني كيف ينحني منحنة ثاني بعد ما طقيهت يا جماعة الخير ركب السيارة هو دك ريوس رجع شوي ويعشق بواحد ويصدمني والله العظيم صدمني وأنا عند الباب اللي يشوفه جارنا ويشوفه عمي واخوي واخوي كان معاه مرسيدس وعمي كان معاه فورت ونازل فروت ذي كله ويلحق أخوي بالمرسيدس يحده وعمي يحده من وراء يوقفونه طبعا أنا قمت بعد الصدمة ما فيني شي كم تعرج كذا برجل واحدة إلا ذولي موقفينه ونزلينه من السيارة وطاقينه الموم أنا كنت قاعدة أمشي عادي الموم أروح عند عمارة يا جماعة الخير في عصى طائحة على اليمين واخذ العصى واروح له كان ما فيني شي وأول ما أصل عنده واطقها بالعصى واطقها بالعصى طقيت أليم صدع شوي إلا معد قدرت أتحرك وأناظر كذا مبعيد وأنا طايح كذا قاعدت خلاص معد قدرت أتحرك الموم قاعدت كذا جماعة خير من سدح وناظروا مبعيد ضباب 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 إلا أسمع أخوي تصدم أخوي أسمع صدام تصدم أخوي تصدم أخوي وقدامي أيوه هنا الحين عرف هذا إن عندي عمان في الحارة أوفر عماني كلهم كذا حمية جن بعض يعني هذا معد راح أمد يدي عليه نهائيا وش راح سوى هذا راح قال ميد محمد اللي طقني قبل الموم محمد هذا شافني ذاك اليوم قاطع الشارع اللي يناديني وسامة تعال 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 أنا وريك ويزاعق علي قلت بس الموم وتمر الأيام وتمر الأيام يا جماعة الخير خامس ابتدائي الموضوع أنا حسبته هدى بس الموضوع ما هدى نهائيا خامس رايح السادس إجازة خامس رايح السادس واحد من الجنسية هذي ماسك ولد حارتنا عند المسجد وطاق طبعا كلهم قروب واحد وكذا صايرين بلطجيين مرة صايرين رعين مشاكل المواجه عنده ويد حارتنا قال لي يو سامة هذا طاقني ومدري إيش التبس وروح أقابله عند المسجد ونطاق ونتشاد دونيو تمام طبعا الوالد هو طالع من المسجد إلا شافني أول ما شافني أبوي طبعا يعني أبوي ما يدري من الغلطان من الصح مسكن شو يكيه هذا طاق قالوا اشتخلك في الناس قلت له والله ما أخليه يطق ولد جارنا والله ما أخليه وأهدده والله لا أذبحك من بعد والله لا أذبحك وتشوف أبوي مستغرب ذا ولدي شو فيه كذا ضايق وسامة الشيك ضايق قال فيه أبوي يقول لي فيه شرطة وفيه حكومة وفيه عند أهل وش تبينت قلت له والله ما أخليه قلموا يا جمعات الخير هذه السالفة الثالثة قابلت أنا والشخص هذا بعد فترة عند باب البقالة طبعا يا أيام أول تعرفون جمعات أيام أول عند البقالة إلا قابله وقدامه يجي قلت يا أهلين وسهلين حياك الله وطق معاه في البقالة وطق معاه وطق معاه وطق معاه ويسحبني ومدري إيه شلمهم وطاله خذ حصة وفلقني فيها ونحاش حط رجلة ونحاش بتخيله حين الموضوع ترى له سنوات بعدها يمكن بسبوعين طقيتك عند البقالة وقدامهم جمعهم كذا مسويين دايرة خمسة أو ستة قال مو أنا قبل طقيتك عند البقالة سكت هناك قال تبي أطقك مرة ثانية أنا من قهرين ذا سعودي هذولي مو منا ولا وشبي شبي معهم شكل غلط وانا مرتضع فغطي يا أخي ذا سعودي يا أخي طيب تبي أسطرك مرة ثانية أعلم كيف مثل تخسي يوم قلت تخسي ويسطرني كف طبعا أنا في خامس إجازة خامس كنت أسوق معي فان الفان ذا حق أفوي إلا يوم يسطرني كف يا جبعة يوم يسطرني كف سكت طبعا كان معي في المدرسة ناس آآ شو اسمه من المدينة خيابرة ذولي أحبهم وأعزهم معزة غير طبيعية ايو والله يا جماعة تريكم العلم وروح وأشغل للفان وروح عند أخيي الخيابرة في الملعب ايو تعال تعال يا أخي تكفى بغاك تفزع لي أقول قال لي بشر الخيب رذاء فزاعة مرة قال لي بشربي كنت لم في واحد طاقني في الحارة وإنه كيت قال لي أنه نبيه ويركبون كل في الملعب كبار في كبار كبار في ناس ثنوي في ناس كانوا يدرسون كلية كبار كله كله يبغون الشخص هذا لأنه صدق عليه صوابق كثيرة يلا تعالوا يركبون معي يا جماعة الخير الفان الفان في استاير أنا مقفل استاير كان معي على الباب واحد اسمه محمد الحربي إذا تشوفني الله يحميك الشيخ يوفك تراني مشتاق لك ربعة درجة إذا أنت تشوف لي ونوقف كذا بالفان نزلتك باز أنا إلا أخوي محمد الحربي كلما إذا هذا محمد عرفتوه ذالي مع المجموعة ذولي الأكبر منهم قال له تهال تهال إذا كذا خيل واحد قبري قال له تهال تهال قال تكلمني قال لي أكلم تهال تهال ويجي قال أنت ما تديدك على وسامة قال لي ما تديدي على وسامة وما تديدك عليك وأدعسكم أول ما قال أدعسكم وأنه ينفتح باب الفان اللي وراه وفي وينزلون أخوياي جمعة الخير عددهم عشرة عدعس ما خلوه قسم الله أني قعد نظر ما استوانوس حسيت عندي فزعة مرة قوية يجلدونه و يجلدونه و يجلدونه و يركب الله يسلمكم السيارة و أركبهم السيارة و أرجوهم الملعب ثاك ممعد له ما يقدر يحط عينها في عيني غار إذا شاف لي ذال كبير وصار يخاف مني لين يجدوا عندي فزعة ناس أوفر أوفر قوة أوفر عافية وهم أصل يبونا يغلط بس عرفوا أن ذا خوي عرفوا أن ذول يا أخوياي خاف نهائيا خاف الحين هذا لي اسمه محمد صار حين موضوع وهم الكبير وشه بعد ما انجلد وانفرش قدام ذا لي مسوي نفسه قدامه منه هو الكنج هو الملك صار الحين يبغي يرد اعتبار ولكن خير يا سلام وش يسوي يجي يفحط في الحارة يبغانا نغلط عليه إذا معاه جمس يفحط في الحارة ويبغانا نغلط عليه وحنا سافينا إلا يطيح في مين؟ يطيح في جارنا جارنا كبير وعمره في الاربعين يمكنك اثنين واربعين إلا اي اي تال تال ويجي يمسوي نفسه قادة عندك تفحط ويتفل وما قالش عندك تفحط إلا ذا تفل على جارنا جارنا ما شاء الله والله متعافي يا جماعة خير والله العظيم أن يشوفه قدامي أن هذا أن يطلع مع القزازة قاعد يطلع من قزازة الجمس قاعد يصادره إذا ما تربيت حنا ربعك وما أدري أش ألمم هذا الكلب وين راح راح للشرطة سبقنا سبقنا للشرطة على طول درع معاته والشرطة السلام عليكم وعليكم السلام في ناس متعدين علي أي مكان في الحي الفلاني ألمم إلا الشرطة تجينا جتنا دورية من اللي داخل في المشكلة بيقعد يشير علي وأنا ما ليدخل أشر علي وأشر علي وأشر على جارنا الآن الشرط يخذاني وركبني السيارة وأنا خايف خايف مرة جام قال جارنا لا خلا ما تركبها أنا أجيك القسم روح أنت تدري هذي مشكلة مدت يد وشوف كيف الدمان تسيل منه وطاقينا بعصة قال ما طاقناها بعصة طاقينا بيدينا قالي أنا طاقينا قالي طاقينا وتقولها قدامي العسكري يقول قالي إييييييينا حنا طاقينا بس أنت عرف وش المشكلة تالحقوني لحقوني القسم يقول كذا لحقوني القسم طبعا ركبت مع جارنا ونروح مركز الشرطة كون صغيرون الحبس ويدخلوني في الحبس ودخل الحبس وهذا اللي حنا طقينه دخل الحبس ولكن أن ما مديت يدي لكن زيد معي جارنا قليلا يقول 있고 هو أنا أعرف ناس هذا الذي تطقنا معه طالما هذا اللي تطقنا معه أنا أعرف ناس والله في الجانب الآن لا لا ما في خيرك إركبه جارنا اللي يولع هذا ولMike عندنا دين الضابط قال إنتم ما إدين يدكم عليه وما إدري إيش وهذه المشكلة تكررت مرة الأولى ومرة ثانية وشرح لنا وهذا المحظر حقه وكاتب كل شيء وانه برضو مش تكي عليك انت جبت لناس يطقونه يقول ليانا انت جاي جبت لناس يطقونه انا من الخوف قلت متى جبت لك ناس وحتى متى جبت لك ناس ومتى ذا قالوا اللي متجمع علي الخيابرة ومدريش اي خيابرة اي خيابرة قال لنا مكتوب محظور راح نوقعكم ورقى كل واحد ما يتعرض الثاني قال وانطقوا في الحبس الان العسكري يقول انطقوا في الحبس ما راح نفعل اللي هو انا وجارنا طبعا جارنا جابة مدريش وكفيل وطلع وذاك تنازل اصلا عن الطق ولكن انا ما تنازل عني صلت المشكلة منحنة ثاني طار جو الحبس يهددني والله لو وريك اطل عينك وكلمات اعوذ بالله طبعا هذه موضيع كلها وابوي ما يدري قلمهم شوي اللي قال العسكري انت صغير ومدري ايش وقام يخوفني تراب نوديك الاحداث انا ما يدخل قال اللي تراب تروح الاحداث وينادي عسكري ثاني يا عسكري تعال خذها اذرا هذا يعرف واحد من العساكر عشان كذا مضبطينه وقعدين يجدلون عليه انت خذها شوي قال لي اوش اسمك وقل اسم يوم قلت لاسمي شوي تغير اسلوبه قلت وقد علم انا من وين نعم ما ادري ايش انت اخو فلان وانت ابو فلان وانت عم قلت ايه ايه هنا تغير اسلوبه نهائيا يا مرحبه ومسهله وين عمك وقام يلطف الجو العسكري العسكري صار خوي هذا جماعة الخير صار الحين الموضوع هو ما يقدر يمد يده فصار وش يسوي صار يكلم المجموعة هذي او الناس اللي من الجنسية الفلانية يقول روحوا تطاقوا معاه فاك شوي واحد يجيني كشوي اطيح في مشكلة لين اولا متوصل المهم فولا متوصل جماعة الخير انزلت تحت في البيت وانا نازلت تحت في البيت عند باب الشارع انت قاعد انظف السيارة اللي يجوني اثنين من الجنسية هذولي واحد دفني وكانت اخت الصغيرة عند الباب المهم هم ما يدرون نحين انا مين وش اسمي من انا انت من وين ما يدرون المهم يدفوني ويجي واحد يدفني اللي اختي تنطلق لابوي فوق وش قالت لابوي اخت الصغيرة قالت في ناس جايين يطقون وساما ايه خلاص والله حسيني طولت 40 دقيقة تسجيل اخذ بريك وارجع لكم ايه في الحلقة دي او في الحلقة الجاية اقف فيها شانر حلس مرة